اشتركوا في القناة وكمان النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي يا صباح الفل على حضرتك أفضل أهلا بك معنا صباح خير وعلى صدر المشاهدين جميعا أهلا سيد اللواء بونجور ويمكن آخر بره كنت حضرتك معنا كنا بنتكلم عن الدوشة بتاعت نادي السيد وصوت الرماية بس طبعا يعني أنا بأذر أكيد الموضوع بقاليه دلوقتي قيود أكيد وفي نفس الوقت برضو التدريبات شغالة في الفترة اللي احنا بنتكلم فيها خلينا نتكلم عن الاختبارات والتدريبات عشان نتطمن لأن احنا كلنا أنا وكريم كل المصريين عايزين نعرف ونتطمن الاتحادات المختلفة أخبارها إيه لأولمبياد باريس هل إحنا هنروح زي ما نروحنا زي ما رجعنا ولا هبقى فيه اختلاف هذه النسخة والله أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا إحنا لو حسبنا كام لعب يسافر إلى دورة العابة الأولمبية هنقول أن أعداد تفوق الـ 13 ألف أو أكتر من 13 ألف بتنافسه على 300 مدالية أكيد 13 ألف دول هم صفوة لعبي العالم كله طبعا إحنا كاتحاد مصر المياه خلينا نتكلم بطريقة دقيقة شوية عندنا لعبين فعلا تأهلوا الرامي عزمي محلبة فعلا أول لعب في مصر اسم كبير رامي عزمي محلبة الضبط تأهل إلى أولمبياد باريس وحصل على المركز الأول وتأهل إلى أولمبياد باريس بالفعل عندنا بقى الرما في مرحلة الاستعداد عندنا الرامي عبدالعزيز محلبة أيضا حصل على المركز الثالث على المستوى العالم لا علم بالحلبة بقى مش سكتها لا أم فعلا لعبين متميزين عندهم الموهبة وأتقنوها بالعلم الحاجة الثالثة المهمة أنه خطة الاستعداد لأولمبياد باريس إحنا عملناها بمراحل مختلفة مرحلة أولى استضافة بطولات عالمية في مصر وصل لأنه في خلال ثلاث سنوات استضافنا 11 بطولة كاس عالم وعالم في مصر المرحلة الأخرى هي الصفر والاشتراك في مصابقات كاس عالم المختلفة فيها عن حق العالم ثم الدخول في منافسات البطولة الأفريقية وهي المرحلة التي يتم فيها التأييل التي إن شاء الله ستقام في مصر في الأول من أكتوبر إلى العاشرة ومن أكتوبر أنتو كده فنم تقريباً اشتغلته مع نهاية الدورة الأولمبية اللي فاتت على الدورة الأولمبية القادمة إحنا عملنا خطة كمجسد التحاد المصر المية إن إحنا بنعمل عدد اتنين جيل مش جيل في واحد فقط يعني إحنا عندنا الرمال موجودين حاليين إحنا لدينا جهاز فني جهاز فني بينطقي استعداد الأولمبية الناشئين 26 ثم الاستعداد لـ 28 وبالتالي بيحدث تواصل بين الأجيال المتواجدة حالياً والفكرة دي مش عشان نقول إن إحنا النهار ده كسبنا مدالية طب وبعد دورة الألعاب هيحصل إيه لازم تكون مستعدين بجيل آخر وده اللي حصل فعلاً عندنا ناشئين سفروا في بطولة العالم ناشئين في مدينة زول في ألمانيا حصلوا على الأرقام اللي هما بيحققوها بل بالعكس تخطوا أرقام الكبار في المسابقات اللي بتنظم على مستوى العالم يبقى إحنا كالتحاد مصر رماية خلقنا عدد اتنين جيل الجيل الأول اللي هو الحالي اللي بيحقق المداليات والجيل الثاني اللي هو بيعمل استعداد للدورات العابلة الأولمبية القادمة وده لابد نحن نعمل كده لأنه تواجدنا في الرماية هو تواجد أجيال وليس أشخاص طيب حلو جداً أن أنا بجاهز من بعد انتهاء النسخة اللي فاتت وأن أنا بشارك وبستضيف بطولات وغيره هل ده كله بينتك في الآخر أن بيبقى فيه تطوير طبيعي بيحصل لأداء اللاعبين يعني دي نقطة أنا عايزة أسأل فيها لأن التطوير مهم رقم اتنين فكرة برضو القيمة المادية ومين اللي بيدخ فلوس هل الاتحاد هو اللي بيعمل ده ولا ده جهد زيتي على الأبطال بتوعنا ولا الاتحاد عنده خطة علشان يسبونسر إن شاء الله الأولمبيات الجاية ويبقى ما فيش أي فكر بقى أو أي قلق من حتة الشق المادي خلينا برضو نتطمن الجزء المهم اللي حضرتك تكلمتي فيه إنه هو خاص بيئة السبونسرشيب ونحية المادية نحية المادية بيتمول من خلال الدولة خلال زيال الوزاق الشباب ورياضة بالتعاون مع لجنة المبيئة المصرية الجزء الآخر استضافت البطولات ده بيجيب عقد بيجيب عقد على الأقل حنقدر نقول إنه مبدئيا بيوفر مصاريف السفر اللي الدولة كانت بتدفعها ليه هي البطولات اللي مصر بتستضيفها يا دي بتبقى مين اللي دافع التكيت والحاجات دي اللي بيبقى دافع اللاعبين أو الدول اللي جاءت تشارك في مصر آه يعني كل واحد بيدفع بيدفع فلوسه طيب إحنا بقلنا المفروض نشارك في البطولات العالمية إحنا أقامنا هذه البطولات في مصر فإحنا ما دفعناش فلوسية يبدأ شرق توفير وفي نفس الوقت إيه إنت بتعمل سياحة عندك سياحة رياضية بالضبط إحنا بنعمل فيه حاجات كثيرة كثيرة جدا أولهم الاحتكاك وتناقل الخبرات بين اللاعبين على مستوى العالم كل لعب بيشوف لعب آخر بيضرب بأسلوب معين بيشوف المدربين بيحصل أسئلة وتساؤلات بين الجهات المختلفة سواء لعبين أو دارين وبالتالي بيحصل تناقل الخبرات الجزء الآخر اليسياحة الرياضية نحنا بنوصل من 1200 إلى 2000 غرفة أو ليلة سياحية ده طبعا بيعمل انتعاشة كبيرة في السياحة حاجة الثالثة اللي هو ضخ عملة أجنبية في الدولة لأنه دول طبعا بيدفعوا بالعملة الصعبة إحنا كالتحاد مش بناخد العملة دي إحنا بيدفعها لأماكن الإقامة أو الأماكن اللي هما بيصرفوا فيها إذن حققنا كثير من الأهداف المفروض نحنا حقاها ده طبعا المنظر أو الظاهرة اللي بتحصل دي ثقة التحاد الدولي في مصر تواجد وزير زي الدكتور أشرف صبحي إن هو يستطيع استقبال والحفاوة برئيس حد دولي تواجد البنية تحتها كبيرة اللي تعتبر الأكبر على مستوى العالم العوامل دي كلها خلت حد دول بيثق في مصر بيدينا استضافة بطولات الموضوع ده بيوفر لنا فلوس كتير جدا أحسن ما كنا نصرف وندور على العملة الصعبة لا إحنا بنبقى عادي في مصر وبيجي يحصل الاحتكاك نحقق مدليات نحقق مكاسب أخرى ليتنقل الخبرات ودي الأهم في هذه المسابقات رياضة الرماية هل فيها شق عسكري يعني عندنا منتخب مصر عسكري مثلا للرماية من منطلق أن أكيد أكثر الناس خبرة في التعامل مع مبدأ الرماية بحد زيته أكيد يعني رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة المصرية ده سؤال من باب الفضول البحث يعني عندنا منتخب عسكري للرماية المنتخب إحنا برضو عشان نقول المنتخب العسكري أو سواء المنتخب من الشرطة إحنا بننظم بطولات اتحاد مصر رماية البطولات المحلية بيشارك فيها جميع الأندية الموجودة في مصر بيكون من ضمن هذه المشاركات هي رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة فبيكون انتقاء بس بيشاركوا كعسكريين ولا كمدنيين في الحالة دي لا هم بيشاركوا بصفتهم من الأندية العسكرية وبالتالي إحنا بناخدهم بالصفة المدنية ولكن هم هنقول قوام الاتحاد مصر رماية في الرمايات المختلفة حوالي 70% منهم من رجال الشرطة والقوات المسلحة طب بعيدا عن العسكريين هل الرماية المصريين بشكل عام ليهم خصوصية ليهم أوجه تفرد واختلاف عن بقية رماية العالم طبعا احنا هنقول ان الرماية المصريين بيبقى لهم فكر معين في إدارة المباريات وفي الرماية العالم الآخر أو الدول الأخرى بيبقى لهم فكر مختلف غير الفكر بتاعنا هم عندهم مثلا ان هم بيحبوا يضربوا كتير جدا لان متوفر عندهم الأسلحة والزخائر بكميات رهيبة احنا عندنا في مصر بيبقى الوضع مختلف احنا عشان طبعا نجيب الزخيرة ونجيب الأسلحة بتاخد مننا مجهود ولكن فعلا احنا بيوصر لنا كل هذه الإجراءات سواء الزخائر أو الأسلحة سواء من الانتاج المحلي أو من المستورد الفكر أو الأداء واحد لكن أسلوب التدريب مختلف هو ده اللي بيعمل الفارق في صناعة الأبطال حلو جدا طب الأبطال بتوعنا رجال وسيدات ولا أنت بتحديد تكلم رجال بس لا الأبطال بتوعنا رجال وسيدات بدليل أنه الناشئين النهاردة في بطولة العالم في زول الناشئين بنت عندها 14 سنة حققت رقم الكبار بيحققوا أكتر منه كمان 14 سنة هو حد الأدنى لقبول أي ناشئين أو براعم في الرياضة دي في مصر اللي بيكلم حداك عندنا في مصر هل مرتبطة بسن معين هو احنا في كاتحاد مصر مايا عملنا عشان ننشر نزيد في انتشار اللعبة فعملنا مراحل سنية مختلفة بدأنا من عشر سنين 14 16 18 21 17 سنين دي ما تداشى أي خطورة في التعامل مع السلاحة مع طلقات سلاح راش وليس زخيرة حية بيدرب بمسند الجهاز الفني اللي هو المدربي يبقى متواجد معهم الموضوع عندنا الرماية الشيء الأول والأخير والأمن السيفتي فإن يعني لو نقول أن أي رامي أخلي بالأمن قانون تحدي الدولة الرماية والطرد أيا كان هو اللعبة فبالتالي دي مهمة جدا بالنسبة لنا عشان كده الحمد لله فضل ربنا تقريبا في مدار 11 سنة احنا ما عندناش أي مشاكل من الحياة الأمنية الحمد لله ومين أقوى المنافسين للعبة دي المصر لو احنا تكلمنا في الرماية الخرطوش عندنا إيطاليا وأمريكا وأسبانيا من أقوى الدول المنافسين في هذه اللعبة لو كلمنا على رمايات الرصاص والبندقية ضغط الهواء عندنا طبعا الهند وعندنا الصين وعندنا طبعا ألمانيا الدول دي حنقدر نقول أنهما لما عملنا دراسة عشان نعرف برضو أنا أنا كرئيس تحاد كان لابد أن أعرف هما بيتفوقوا ازاي لأن احنا لا ينقصنا شيء مادة أسلحة معدات أماكن تدريبا نحن نفتد من بأزياد منهم لأن احنا عندنا وهنا مش هكلمك على مصر بس بكلمك على العالم العربي احنا عندنا في دول كتير في مجتمعات لها خلفية قبلية فبتعاملاتهم من الصغر مع الأسلحة حاجة عادية جدا في عندنا أجواء صحروية في دول كتيرة برضو بتساعد على فكرة أن أنت تطلع أبطال عارف اللي هو إيه؟ عليهم تراب محدش عارف عنهم حاجة وممكن يبقوا من أمهر ومات العالم لا لشيء غير لكونهم بينتموا لقبيلة معينة وعادك عارف الأجواء القبلية بتبقى عاملة إزاي وضرب النار فيها أو الرماية فيها حاضر إلى أي درجة طبعا زي ما حادك بتقول أنه عندنا الناس عندها بالطبيعة الفطرية عندهم فن الرماية ده ملف بيتم درسته بأن حوالي أكتر من عام مع دكتور الشرف صبحي وبدأنا فعلا اتصال بالسيد محافظة جنوب سيناء والسيد محافظة ودي الجديد يمكن حصل الاجتماع معها علشان مع سيد محافظة الودي الجديد المطروح وبراني سيدي براني والنجيلة والعجال دي حتقوا منهم رماع عالميين وبالفعل رماعات الجزء الساحل الشمالي بالفعل بيشاركوا معنا وبالفعل زي ما حضرك أشارت أن هم أبطال حاليا أبطال على مستوى العالم يمكن نرجع نقول أنه كان في بطولة قيمة هذا الشهر في مدينة في إيطاليا في مدينة تودي في إيطاليا ومصر تحصلت على تسع مداليات في بطولة الخرطوش هنقدر نقول أنه نص هذه المداليات من رماعات الساحل الشمال اللي هم فعلا عندهم هذه الغريزة لأنه الولد بيطلع من صغره بيجد عنده في بيته سلاح الوالد والأسرة وبالتالي فعلا هم تفاقوا في هذه الرماية هنرجع برضو نقول على الفرق بيننا وبين الدول الأخرى لما عملت دراسة كبيرة في خلال سنتين لقيت أنه بسبق المحلية التي نظمة حد مصر ما في مسابقات ضغط الأواء بشارك فيها ربعمية وخمسين رمي ورمية مقارنة بالدول الأخرى إحنا عدد كبير جدا الهند بيشارك فيها تلاتين ألف رمي طب ده معيار جيد ولا معيار؟ يعني ما هم ممكن يقولوا أربعين رمي استخدين كل الاهتمام وربعمية في تشتيت في الاهتمام والتطوير والتدريب المدرب لما بيختار من تلاتين ألف بيجد عنده على الأقل عدد كبير من موهبين لما المدرب يختار من ربعمية وخمسين رمي بيجد العدد مختلف فننتقل من هذا العدد هم تلاتين ألف رمي في المساوأة المحلية طب الصين الصين عملة مكان مخصص لللاعبين اللي هم بيمثلوا الصين ومحددين لكل لاعب مدرب واللاعب يدخل في معسكر مغلق طوال العام لا يرى أهله إلا مرة واحدة في العام طب تفضل يبا لازم حيكونوا في حتة تاني؟ طبعا الفكر أو المتولوجي اللي هم بيشتغلوا به مختلف تماما عن دول العالم الفكر والإمكانيات برضو ما هي أكيد دخلة فيها جزء كبير منها الإمكانيات إن موجدت ممكن أي بسي الهند بيشتغلوا الدول اللي بتالي إمكانياتها في الرياضة عالية حركة تصلح لنا يعني؟ الهند دلوقتي نقدر نقول في جدول المدليات رقم اثنين عالميا؟ عالميا؟ يعني في مجال الرياضة عندهم ليه تماما كبير تماما؟ أنا أنا أتكلم على الرماية مرتفعين جدا في الرماية؟ تلاتين ألف رامي بيشارك في بطولة محلية واو فبيختاروا منهم عشرة العشرة دول على الأقل عشرة تلاف؟ عشرة رماء من تلاتين ألف؟ واو فما بيدوهم بيثقلهم بالعلم فبيبوا أبطال طب على صعيد بقى تطوير أداء ومستوى اللاعبين وعلى صعيد تجهزهم للمشاركة في أي بطولات مستقبلية يعني ممكن الناس اللي بقى عندها انطباعة عن دي رياضة لا يمارسها سوى أبناء المجتمع المخملي اللي هم قادرين على تحمل نفقاتها وتكاليفها وبشكل خاص أو بشكل يعني منفرد ممكن كمان يبقى هم عندهم أسلحتهم الخاصة بهم يتدربوا لوحدهم إلى جانب التدريب التابع للاتحاد بيحصل إيه في هذا الإطار؟ طبعا موضوع الرماية مكلفة آه بالفعل مكلفة بس في أنواع الزخائر الحية لكن في أنواع الرش اللي هو ضغط الهواء ده لعبة تعتبر مش مكلفة في مدارس كثيرة في الأندية أي حد يقدر يخش فيها حتى لو هم مش مشترك في النادي يعني لو هم مش مشترك في أحد الأندية وعاوزات ضرب برماية أنا ممكن أدفع اشتراك شهري للنادي وخش في مدارسة التدريب واتضرب فإذا هي أكاديمية يعني جوى النادي أكاديمية جوى النادي وبالتالي طبعا دي بتبقى حاجة بتدعم الاتحاد لأن منشوف فيها جيل مختلف بمراحل سنية مختلفة وده اللي احنا بندور عليه الآن إن إحنا إزاي إن نفتح يعني ملف يتم دراسته اللجنة الأولمبية ووزارة شباب والرياضة إن إحنا إزاي ننشر اللعبة في الأماكن القبلية اللي فيها لعبين عن هذا نقول هما يمكن الطبيعة تغلبهم من هما يبقوا أبطال ده اللي احنا اشتغلنا عليه يمكن في خلال من خلال تلات أيام كنت مع السادة المحافظة جنوبسي هنا وتكلمنا في هذا الموضوع وفيه موضوع كبير جدا إن إحنا يعمل ميدان رماية هناك والدراسة دي فعلا شغالة وسادة الوزير أشار إن لاجب إن إحنا نقدم لهم كل الدعم الفني واللوجيستي إن هما ينشئ حتى إقبال منقطع النظير من طرفهم لأن دي حاجة ليه علاقة بالفخر والعزة عندهم في موروسهم الشعبي والاجتماعي هما اللي بيدرب رماية في الأماكن القابلية بيحس إن هو زوحيسية كبيرة جدا في المجتمع وبالتالي إحنا بنستغل لهذا الموضوع الاستغلال ده لمصلحتي أنا كاتحاد والاستغلال ده لمصلحة نشر اللعبة والاستغلال ده أنا بطلع اللاعبين عبارة صنفين صنف لعب يتعلم احنا بنعلمه وصنف موهوب يوثق الموهبة بالعلم وده اللي احنا بندور عليه دورك حاليا طب هل ده يبقى فيه أي تعارض من قبل اللاعبين عندنا أو أبطالنا مع دراستهم أو مع الشغل بتاعهم لأن احنا عندنا عمار مختلفة ولا بيبقى فيه تنسيق لأن احنا الوضع لو احنا قررنا نفسنا بالخارج الخارج فيه منهم بس بيتدرب وبس بطل رياضي لكن احنا عندنا الوضع مختلف حسب ثقافتنا كمان فهل ده جزء ممكن يؤخذ علينا شوية؟ لا طبعا احنا عندنا الدولة المصرية برضو يعني نقدر نقول أنه التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والوزارة التربية والتعليم بيداروا يستطيع دي تفرغات حتى في وقت الانتحانات مش في كل الأوقات يا فاندم برضو ده بلسان الأبطال بتوعا لا أنا شخصيا من طلع جوابات رسمية من الجهات الرسمية من الدولة بتخاطب الوزارات المختلفة فعلا بيسروا تدريب لهم وبيحضروا المسابقات إذا نحن كأنا كالتحاد مصر المعين ما عندش أي مشكلة إدارية خاصة هيك عامل كنترول على الحتة دي لو أي حد بيتعارض شغله أو دراسته حضرتك بتعرف بتعمل لها يعني زي ما بتقال كده هندلة هو دي تعليمات مجلس الوزارة فكل الجهات الحكومية في مصر اللي ما بتعرف دي تعليمات دولة موصد دولة برضو نقدر نقول أن الدولة بتعمل في جميع الاتجاهات اتجاه الرياضي ده شيء كبير جداً لأنه الاتجاه الرياضي بيبقى على مستوى العالم فلما الدولة نفسها دولة قوية ذاتها مؤسسات بتدي تعليمات فكل بيبقى واجب التنفيذ السيد الحركة عارف طبعا دي القطاعات الحكومية لكن لو حد بيش يغل في شركة خاصة حد في مدرسة أو جامعة خاصة الوضع بيبقى للأسف مختلف ما بيبقوش متقبلين ده قوي هو فعلا كان في الأول ما كانوش متقبلين لكن لما الأبطال حققوا مراكز متقدمة ومدليات أصبح هم بيبقوا رعاة لهذه اللي هؤلوا على الأبطال فبالتالي ساعدهم منطق فخر للجماعات اللي هم فيها المنطق يقول كده أنهم يبقروا بوجود أبطال ضمن صفوف الطلبة اللي عندهم أو الموظفين اللي عندهم لو كنا بنتكلم على شركة بالضبط هو اللي بيحصل أنه كان في الأول هذا المفهوم كان موجود أن كل صاحب شركة خاصة أو عمل عام خاص به هو بيفكر أنه بيستقطع لاعب من عنده من وقت اللي هو بيشتغل فيه النهاردة لما شافوا أنه بقى بطل فبيقولوا طيب أنا مستعد أن أكون راعي ليك وحط اسم الشركة بتاعتي على اللبس اللي كنت تلبسه وبالتالي ده أصبح مردود قوي لنا وبقى في صالح الرامي بتاعي ما بقاش ضد المصلحة وهل الناس اللي هي لا تعمل ولا تدرس هل عندنا أبطال كده عايشين بس من فكرة الاتحاد المرتب أو اللي زي ما بتقول المكافئات اللي بياخدوها جراء أي مطولة بيفوزوا فيها أو بيشاركوا فيها هو طبعا ما عندناش هذا المفهوم بس هذا هنا عندنا مفهوم آخر إن في بعض الراميات يمكن ممكن ما تجوزوش لغاية دوقتي عشان مضوع الرماية شوف التطحية بقى ولو إن ده أحسن مش فايتهم كثير يا سبت اللي هو مش فايتهم كثير أنا أنا شخصيا بقى أشفق عليهم لكن هما يعني بيدوني الدافع إن أنا أقف معهم بيدوني الدافع كمجلس إدارة ولجان فنية إن أنت أنت بتضحي للرماية أولويتي إن أنا بقف فبيعملوا إذا حيك بتعمل زي مرتب شهري أو حاجة زي كلا لا أنا ما عنديش مرتب شهري هما الإيبال بيكون الدعم هما الدعم إحنا عبارة طبعا ما فيه بدلات نقضية يومية بالتبقى للقانون يعني وعنده طبعا ممكن برضو الأمر لا يخلق الموجود مثلا موهبة بالفطرة استثنائية لكن معدى ما عندوش أي مصدر داخله أو مثلا لو متجوز ومخلف وعنده بيت وأسرة يعني مثل مركز معاه ونستفيد منه كبطر مستقبلي ولا نسيبه له ظروفه الحياتية الصعبة بنعمل له مكافأات والمكافأة دي بتأخد إجاراتها الإدارية مغفت الجاة الإدارية للوزارة ثم مجلس الإدارة وبنطلع مكافأة يعني أنا عاوز أقول حاجة أنا شخصيا لو لقيت إن في حد موهوب اتحد مصر المايا ووزارة الشباب والرياضي يعني أنا مثلا لما في اجتماع مع ساد الوزير أو المنصر شام حطب ونتكلم على دعم أحد الرماء اللي هو ليس لديه الدعم المادي الكافي الكلام اللي بيتقلي واللي أنا حاسه واللي أنا شايفه اعمل اللي أنت تستطيع تعمله كالتحد وإحنا حنساعدك المهم أنت تتحقق نتيجة وده اللي أنا بقوله في اجتماعاتي معروبها وإما بتحقق النتيجة هو ما بياخدوا نسبة من يعني مش بيبقيهم مكافآت مالية لا أولا فيه لايحة موضوع من وزارة الشباب والرياضة مبالغ مكافآت مالية أول ما بيحصل على مركز متقدم بنبعث للوزارة ووزارة تصرف له مكافآت فورة بالزبط يعني مثلا الأولمبيات الجاية أو توكيو في رياضات المختلفة فمش كل بطل من دول بياخد مبلغ مالي معين ولا اللي بيحصلوا عليه ده بيروح للاتحاد بتاعه لا 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 أنا بيجي جواب رسمي من وزارة الشباب والرياضة بيقول خصوصا للعب عزم محلبة مبلغ كذا مكافآت له على الحصول على المنظر كذا في جزء بيستقطع للاتحاد لا 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 خالص بيكتب للجهاز الفني والإداري مبلغ بيكون نسبة بسيطة جدا ولتكن عشرة في المية أوكي ودي تعليمات الدولة ومش حالة مختلفة لا 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 بيجي جواب رسمي إحنا بنلتزم بي اتحاد إحنا تهد ليس هدف للربح وما يفرش منزبا لناخد من فلوس أنا مش محتاج الفوز أنا محتاج صناحة البطل هي دي مهمة اللي عندي صح إنما الفلوس أنا هعمل بهاي أنا باخد فلوس عشان أوجد أطور أطور اللعبة يعني أطور أوجد أصنع بطل كويس جدا كويس كويس نورتنا وشرفتنا للأسف وقتنا في البقرة دي بيوشك على الانتهاء يا دوب نرحل أنا شكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا أنا متشكلك جدا دايما ببقى سعيد في اللقاء معاكم شرفتنا أنتوا منفتحين في فكرة الرياضة شكرا ومتابعة الاستمرار في نجاحات الاتحادات المختلفة ده حاجة مهمة جدا طبعا مشكرة جدا سيادة اللواء ولو إن ليه طلب أخير أو يعني استفسار أخير قبل ما نختم هل في الأندية المختلفة اللي خاصة فيها رياضة الرماية بالحمام الطائر ولا لسه؟ الحمام ليس لعبة تحت الاتحاد مصر المياه وما تقدروا ش تسيطروا على هذا الموضوع وأنا مقدرش أمنع أو أفتح ممنوع بالنسبة كالتحاد مصر المياه التعامل مع الحمام ما المين المسؤول فيها دي يا فندي؟ لا يسأل قدرت النادي مثلا كل نادي تحديدنا كل نادي هو اللي يتحكم في هذا الموضوع لأن أنا أتمنى ينتهي هذا النشط يعني حرام لازم جهة ما تدخل في الملف ده نحن كنا تكلمنا ما حضارك فيه قبل كده لو تفتكت في آخر مرة نورتنا وكلمنا عنه بالتفصيل فإن شاء الله ده برضو من الأمور اللي لازم وضعها يختلف لمليون اعتبار بصراحة يعني تعذب وبعدين بتبقى لما بتقع على الأرض بتبقى مش ميتة فبقى حرام يعني تعذيب كأن القطط بتاكلهم ده قدامنا في النادي بيحصل بصراحة والله إحنا خلينا نتكلم على الحاجة الإيجابية طبعا بس لازم نصلح الوحش برضو الإيجابية اللي احنا بنشوفها النهاردة هو دعم الرياضات المختلفة في المسابقات المعينة عشان دورة العرب الومبية ده أنا اللي بساعدني جدا بصراحة أما ده ما جال حضرتك طبعا نشكرك عليه بالتوفيق إن شاء الله سيد الله هنروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم وأكيد الفقرة الجاية هينورنا فيها كابتن حشيش وعندنا كلام كتير جدا خاص بالنادي الأهلي خليكم معنا اشتركوا في القناة